صلاة الذي في كل سار وفي دفاع حمالي ألا باية مال عز والسفر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الفرد السبد الرافح السماي بغير عمد خالق الأرض بلا كمد ثم الصلاة والسلام على محمد أحب قلقه إليه وأفضل خيرته لديه وعلى أصحابه المهاجرين وآله الطاهرين والتابعين المختفين والأئمة المحتدين والعلماء ورثة الأنبياء الصالفين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أيها الصالح أحييكم بالطحية الإسلامية الخالدة تحية أهل الجنة التحية التحية التي بدايتها السلام ونهايتها البركة ووسطها الرحمة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف لنا عظيم أن نرحب بكم وأن نعتذ بقدومكم في هذا المركز الإسلامي الظاوية الروحية والضائرة للتربية والتسقيف والسخافة الإسلامية وانطلق عليه اسم الضائرة أي كرسر انتبه أي مقر قادم الرسول لقدمة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم وخادم الرسول اسم رجل صالح استهر في كسرة مضحه للرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء ليلة مولته واحتفاء سنته وبحبته قال في أبياته من ظن أنه يكون أبدا مرضيه بقطمة قد قد بدى واسمه الحقيقي أحمد بن محمد بن حبيب الله مكي ظهر حوالي ألف وثنتين وستين وسبعون الموفخ من بيسان سنكانت الطرواه ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون في مكبول قرية أنشأها جده في قلب سنغال ربى بجانب والده وتلقى جميع علوم الشريعة من قبله وأخذ قسيرا من قاله الشيخ محمد بن حمد بن علي المسوبي سقيق والده السيدة مريم المعروفة بجارة الله حفظ القرآن في السن المبكر وأتقن كذلك العلوم الشريعة واللغة العربية لأن والده كان كعبة طلبة العلم وقد ألف في سنه في سنه البكر كتابا وصماه كتابا في التشوف وصماه مسالك الجنان فعجبه والده وكان يعلمه الناس وما زال شابا ولما توفي والده ورد دعوة الملك الذي دعاه ليكون من القضاق ومن حاشيته وخالف ذلك قالوا لي يركن لأبواب الصلاة تهس جوائد تخني كل ما حين فقلت حصبي ربي وابتفيت به ولست راضي خير العلم والدين ولما انفرض بالمدرسة شرع في التربية الروحية والتسكية النفس وقبل دعوته إلى منهجه القاس سلك مسالك الرجال وخاض في بخور علوم التشوف وعهس من لآل أصدافهم وعهس القادرية ثم تجانية فطاثلية حتى وصلت به هذه المراحل إلى مقامه الذي لم يعد يكون له واسطة بيده وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم إلا موضاه تبارك وتعالى دلني الله على محمد وخادني محمد لسمري بان لكل من له معقول أن وسيلتي هو الرسول بان لكل من له ضراية كوني لقالق البراية آية ففي القرن السامع نعشر بسأ المستعمرون الفرنسيون الشيطرتهم على جميع أرجاء السنغال بعد أن قتلوا ملوكها ومشايق الإسلام واستولوا على مقالد الأمور وأجبروا العلماء ورجال الدين على القضوع فمنعوهم حصد جماعات وفتح مضارس إسلامية إلا بإذن منهم ففي هذه الظروح ظهر شيقنا ومرشلنا شيق أحمد بنبر البعروب قادم الرسول صلى الله عليه وسلم فقام بإنشاء مدرسة دينية روحية ولقيه إقبال ولقي إقبالا كبيرا من الشعب السنغالي المسلم فخاف منه النشار المستعمرون الفرنسيون واتهموه بالتجنيد جيوس وجمع عدة لمحاربتهم فاشاء الله أن أرسلوا إليه رسائل عديدة ولم يجيبهم فأساءوا به الظن فبادروا بالجيس لإحضاره ففي مثل هذا اليوم سامن عشر من شهر الشفر في عام من ويسا الموفق بجيس في سنة الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته موضعا أطبائه وأبنائه والضاره إلى عضو لدود منشئا لما قرج بيته خرجت يوم الست سامن عشر لخدمة المختار في شهر سفر سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي سبحانما لجادة بالصفينة في قدمة لصاحب المدينة علمني الرحمن في الصفينة بأنني خديم سي المدينة وبهذه التفي وأعطي المكروفون لأقير الأستاذ محمد قي ليجير الإخوة الذين لم يحفنوا اللغة العربية ويبلغ إليهم تحييتنا والسلام الذي نواجه وقد دعوات وقد دعوات وقد دعوات وقد دعوات ككل واحد منكم كل ما كان عليه ويحضر ويشائلنا في قراءة القرآن ويساعدنا في دعوات نشكركم باسمنا وباسم السمت الشيخ الذي في أمامنا شحمة صنبا وباسم الزعيم رئيس الدائرة محمد الجانيكي والرئيس الجاليات السنغالية شحمة صنبا أما نواجه الغاية الشكر إلى كل من أمين من إمام أمين وإمام فارغ صديقنا وإمام محمد حسن وجميل والعلماء نشكركم بسم جميع الأخوة السنغالية ونقول لكم شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته